مساء الخير التغطية مستمرة عبر قناة الغد من القاهرة هو حصار لغزة يشبه ما كان عليه حصار ليننجراد من قبل النازيين هكذا قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم في اليوم السابع للحرب الهمجية التي ارتكب فيها جيش الاحتلال مجزرة بحق المدنيين وهم نازحون صوب جنوب غزة ارتكب الجريمة رغم أنه منذ الصباح كان يوزع منشورات يدعو فيها أهل غزة للنزوح جنوبا مدعيا أنه لن يتعرض لهم كما كشف جيش الاحتلال مساء اليوم للمرة الأولى عن تواغل محدود لقواته إلى غزة في محاولة لمعرفة مسير الأصرة الذين قتل بعضهم في القصف الوحشي كذلك استهدف جيش الاحتلال الليلة أيضا إعلاميين في جنوب لبنان فاستشهد أحدهم وجرح آخرون وطال القصف مناطق في الجنوب اللبناني لا ندري إذا كان الرئيس الروسي حين لجأ إلى النازية للتوصيف كان يعني المجازرة التي تعرض لها الروس في تلك المدينة الروسية والدمار الذي أتى على معظمها أو أنه يعني خروج لنينجراد بعد كل المآسب انتصرة من تحت الرماد صور مأسوية تصلنا لحظة بلحظة ستبقى وصمة عار على جبين من لم يرى من هذه الحرب سوى إسرائيل وكأنما الطفل والمرأة والمسنون الذين يصلون مقطعي الأوصال إلى مستشفيات غصت بالشهداء والجرحة هم درجة عاشرة من الإنسانية أو ليسوا بشرا كما قال بوقاحة وزير الدفاع الإسرائيلي هذه الهمجية المغطاة بأقنعة الدبلوماسية وبرواية خبيثة تريد تشبيه كل فلسطيني يقاوم لأجل بيته وأرضه وناسه بأنه داعشي تنبش من الذاكرة الانتقائية رواية الاعتداء الإرهابي على برجي التجارة في نيويورك قبل أكثر من 22 عاماً أما في السياسة فيطرح السؤال الليلة هل تريد حكومة الحرب الإسرائيلية التي وافق عليها الكنيسة أمس دفع الغزاويين للنزوح جنوباً بغية اجتياح غزة أم لتهجيرهم نهائياً من هناك في خطة ترانسفير جديدة نحو أفاق مجهولة؟ ولو كان هذا المقصود فماذا تفعل الأطراف المعنية؟ مصر حذرت الليلة في بيان الوزارة خارجيتها من استمرار الجيش الإسرائيلي بمطالبة سكان قطاع غزة وممثلي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في القطاع بمغادرة منازلهم والتوجه جنوباً قالت الخارجية المصرية إن مثل تلك الخطوات التصعيدية سيكون لها تبعات خطيرة على الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة وطالبت مجلس الأمن بالاطلاع بمسؤولياته لوقف هذا الإجراء كما دعت مصر الأطراف الفاعلة دولياً للتدخل بغية الحيلولة دون المزيد من التصعيد غير المحسوب العواقب في قطاع غزة وهذا ما فعلته الأردن أيضاً حين حذرت اليوم الفصائل المقاومة على الأرض مستمرة ليس في غزة فقط وإنما هي تستهدف مناطق أخرى وصلت أمس حتى القدس وتل أبيب والمصلون تحدوا منع الاحتلال وقمعه وتوجهوا صوب المسجد الأقصى حيث وقعت مواجهات قبل وصولهم والاحتلال أعلن الضفة الغربية منطقة عسكرية وقتل فيها حتى الآن عشرة فلسطينيين وجرح أكثر من سبعمائة حصيلة جرائب الحرب هذه في غزة أدت حتى الآن إلى استشهاد ألف وسبعمائة وتسعة وتسعين فلسطينيا وجرح نحو ستة آلاف وأربعمائة آخرين ديبلوماسيا لم يظهر شيء فعلي بعد قادر على وقف هذه الهمجية لا لقاءات وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين مع الرئيس محمود عباس في الأردن ولا في فلسطين ولا زيارة بلينكين لقطر ولا الجولة التي يقوم بها وزير خارجية إيران والتي سبقتها إسرائيل بقصف أمس لمطراء دمشق وحلب ولا الاتصالات العربية مع الدول الغربية وفي كل ذلك أعزائي المشاهدين سنبدأ مع مراسلين في فلسطين وعند الحدود مع لبنان